السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا جماعة من ايه? ان شاء الله النهاردة هناخد الدرس اه انا شايف ان هو درس مهم. اه اول حاجة في مشكلة بتقابلنا كلنا كمصممين بالنسبة لموضوع الخطوط. يعني دلوقتي انا لو بستخدم اجموعة معينة من الخطوط فانا محتاج ان انا كل ما بغير النسخة بتاعتي او انزل برنامج ابدأ ان انا دور عليها تاني. في واحد حيقول لي لا انت ممكن ما تعملش كده. يعني لو انت عندك خط زي ده مسلا. او نص بتبدأ انك تعمل عليه وبعد كده بتيجي هنا على الجزء الخاص بالخطوط. وتبدأ تعمل له هنا او نجمة تقول له ده في فرض تحطه في المفضلة وبعد كده بتيجي هنا تبصت لاقيه في المفضلة عندك موجود. طيب المشكلة عندي مش في كده. المشكلة عندي في حالة ان انا اصلا غيرت النسخة او حزفت اللي نزلته تاني. طبعا في اللحزة دي انا بفقد كل الخطوط اللي موجودة هنا في المفضلة عندي ومش بقدر استخدمها وباضطر ان انا ارجح تاني. طيب في حل ان انا اقدر ان انا احافظ على القطوط بتاعتي حتى لو انا نزلت النسخة بتاعتي وبعد كده توفر علي وقت اه. ايه هو الحل? اول حاجة في خاصية جميلة جدا في برنامج ممكن كلنا بنستخدمهاش. لكن هي خاصية ممتازة. اول حاجة لو دخلنا على قائمة ويندو وروحنا على حاجة اسمها طيب واخترنا هنا وعندي سطيل. لو قلنا على سطيل جبنا سطيل حللاقيه هو مع بعض. انا دلوقتي عايز اعمل مجموعة من الكراكترات او ما بنسبة لا الكراكتر اللي هو معناك سطيل ان انا عندي نص ثابت يعني مش يعني اكتر من خط او اكتر من سطر تحت بعض. فبالتالي دا بيسموه أما ال هو الكراكتر العادي اللي هو النص او بحد ذاته. تمام? والدي على ده بارا جراف ان انا اقدر ان انا اكبره واصغره بالطريقة ديات. اما النص لأ النص بيكبر وبيصغر بالحجم بتاعه اللي عادي شايف? تمام? طيب اول حاجة عشان اعمل الشغل بتاعي فانا دلوقتي بختار عندي حجم الخط او الخط اللي انا هشتغل عليه او نوع الخط او اسم الخط. اللي هو انا بعمل نص اللي موجود عندي وبعد كده اختار عندي الفونت اللي انا محتاجه. انا اخترت مسلا الفونت اللي هو ده واخترت مسلا يكون عندي بالبولد مسلا. تمام? طيب. المساحة بتاعة الخط انا ممكن اختاره. المساحة طبعا بتاعة الخط ان انا اه مؤقتة يعني. انا عاوز الخط ده لما اعمل عليه ينزل بالفونت او بالحجم ده. بعد كده انا اقدر اتكبر وصغر عادي. بس انا اقول لك يعني الحجم المعتد. خليه خمستاشر. تمام? عشان اشوف شكله يعني بالطريقة ديات. وبعد كده اعمل عليه لحد دلوقتي احنا كويسين. وهاجي هنا على الاداة الخاصة اللي هي اللي عمنا زي الزياد اللي هي اسمها واضغط عليها كده هيطلع لي هنا ستايل وان. هضغط عليه دغطتين. عشان ابدأ اعدل في المميزات بتاعته. فبيطلع لي بالشكل اللي انت شايفه ده. هنا هسمي الستايل او هسميه باسم الفونت. اسم الفونت اللي عندي اللي هو ده. هسميه مسلا اللي هو فونت بهيج. يعني هو هسميه انه هو عشان اعرف ان ده بولت. تمام? بعد كده ابدأ انا اخش على القايمة اللي بعدها القايم دي بتقولي ان الفونت بتاعك كزا انت هتخليه مسلا يكون لو فيه اكتر من شكل بتختار. لكن بما ان الفونت اللي انا مختاره بينزل تحت فاميلي عائلة كاملة ان انا اقدر اغير بعد كده فانا اكيد لما اعمل عليه التفعيل بالبلد اقدر ان اطلع هنا وغير الحدم بتاع الفونت. هيكون عندي الامور طبيعيا. بعد كده بختار ده دي كلها الحاجات الخاصة بالاوبشن وبعد كده ابدأ ان انا اختار التباعد بين الاحرف وبعضها. بعد كده ارجع اختار مسلا ان هو هيكون او الارقام اللي هي واحد واتنين وتلاتة او هتكون باللغة ايه? باللغة الهندية اللي هي العربي عندنا اللي هي واحدين. ولا باللغة العربي اللي هي زي الانجليزي. عشان بس الناس اللي تطلق بط. الهندي ده اللي هو اللغة العربية اللي هي بتاعتنا. اما الارابيك ده ده هو اللغة الانجليزية. في تختار اللي هيكون من اليمين للشمال من الشمال اليمين. اللي هي والحاجات ديت. وبعد كده بتبدأ تختار اللي هو النص بتاعك هيكون من اليمين والشمال. طبعا ده نص عربي فانا هخلي هيكون من اليمين للشمال. وبعد كده ممكن اختار ان الديجيطال بتاعي او لو انا كتبت ارقام ممكن هخليها انديا. وبعد كده ابدأ انا اشوف الخط بتاعي لما ينزل هينزل باي لون. مش هفرق معنا لان احنا كده كده هنخلي لون عادي. لكن لو انت بتشتغل على نص كبير زي كتاب او اي حاجة فيها تقدر انك تختار اللون. وتحدده. مع ان ده مش مشكلة احنا نقدر نغيره بعد كده. وبعد كده بتبدأ انك تحط المميزات هيكون تحتو خطف وخطف وستو خط. الحاجات دي كلها او المميزات الخاصة بالفونت. بعد كده بنعمل اوكي. ويكون عندنا الكاركتر ستايل اللي موجود ده. بالطريقة دي. طيب انا دلوقتي لو جيت كتبت اي خط تاني. وليكن اها الخط ده. او. حدت ده نسخة منه. وبعد اقت ان انا اغير. باي خط تاني. وليكن الخط ده. تمام? هلاحظ عندي العلامة اللي هي موجود. بقولي ان الكاركتر ستايل اللي انت جبته ده اصلا انت هتعدل عليهم. لكن انا هتغضع عن الموضوع ده وحزف الشغل ده. وابدأ ان انا اكتب من الاول. خالص. اجيب فونت خط جديد. على اني بيستخدم الجهاز من دوله جديد تاني. عشان الناس ما تتخبطش معي. وابدأ ان انا اكتب اي حاجة. وليكن ده فونت عادة هوت. تمام? هكبره. اهو. تمام? كل انا محتاجه ان انا اضغط على الكاركتر ستايل اللي موجود عندي. ايه اللي حصل? جاب لي نفس الفونت خمستاشر بيتي وكل حاجة. بعد كده اقدر ان انا اكمل واشتغل عادي مفيش اي مشكلة خالص زي ما انت شايف. تمام? وبعد واقدر تاني ان انا اعمل حاجة تاني اضيف كاركتر ستايل تاني بفونت تاني مختلف. يعني انا لو جيت هنا وجبت. اقدر بقى انا عندي مساحة العمل اللي قدامي دي. اقدر ان انا اعمل حاجة زريفة. ايه هي الحاجة الزريفة? ابدأ ان انا اشيل ده كده. واكتب هنا هزا النص بالطريقة ديت. وبعد كده انزل بنص تحت كده. وابدأ اغير الفونت. وليكن كده. اعلم عليه واقول له new style. اضغط على ال style. واسميه بالاسم اللي هو موجود مثلا. وليكن مونو. وقول له اوكي. تمام? نفس الفكرة بضغط ضغطين عليه. وابدأ ان انا اغير الاعدادات زي ما اقولت لك. تمام? واقول له اوكي. ماشي? خلاص انا بقى عندي اتنين هما طيب. لو انا جيت على الاولاني وفعلت التاني كده هيبدأ اتغير. لو انا جيت على التاني وفعلت الاولاني بالنسبة الكاركتر استرحق. البراجراف نفس الفكرة. ادى براجراف. البراجراف بقى ايه الفكرة اللي بتكون في البراجراف? انك بيتقدر تتحكم في الادوات الخاصة ببراجراف. يعني بتكون الكاشي ده يمين شمال. التباعد بين السطر وفوق. بتكون بينهم بعض متوسطة. الحاجات دي كلها ما يكونش في تكملة للكلام او النص. ما يكونش هنا فيه شط خط كده ان هو يعني الكلمة مقصوصة ومتكملة تاني. الاعدادات الخاصة بالبراجراف. تمام? طيب. نيجي للنقطة المهم. انا خلاص. مش محتاج ده. وده عندي الملف اللي هو انا هشتغل عليه طبيعي. انا محتاج دلوقتي اعمل ايه? محتاج ان انا اسيف الملف ده. اللي انا موجود اللي هو قدامي ده. اقول له. اي 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 طبعا. اسيفه اي اي اي. تمام? وبعد كده اسميه بقى اي حاجة اي حاجة او اسميه. اما هم خليه تمام? وابدأ اجعينا على سطح المكتب او في المكان اللي انت هتحفظه فيه عشان يستدعاه باستمرار ما يتحزفش منك. واقول له سيف. تمام? اوكي. خلاص كده ما فيش اي مشاكل خالص. انا جيت افتح ملف عمل جديد. هشتغل عليه بالنسبة لأي شغل. تمام? هلاحظ عندي ان بتاعي ما فيش اي حاجة خالص. بس لو رجعت للملف اللي انا اشتغلت لي الاول موجود فيه. طيب انا محتاج اعمله. محتاج ان انا اجع على القائمة اللي فيها تلات خطوط دي تلات شرطات. وابدأ انا نقول له هنا بعد كده اجعي انا على سطح المكتب. واختار عندي بتاعي اللي هو ده. ايه اللي حصل? اللي حصل ان هو انا نزل لي كل الاسطايلات اللي انا اشغال عليها. فبالتالي اي كلام هكتبه هنا. اهو. هيبدأ ان انا افعل عليه السطايل بتاعي. تمام? اهو. سطايل بتاعي يشتغل معايا على طول. اي اي خط تاني هستخدمه. هيبدأ ان السطايل بتاعي يشتغل معايا. ما فيش اي مشاكل خالص. خلينا ده خط غير الخط. هشغل الخط التاني يشتغل معايا بالطريقة دي. وبالتالي اوفر وقت ومجهود ان انا اقدر ان انا على الخطوط من هنا وتكون محفوظة عندي باستمرار. حتى لو انا جيت بعد كده بنزل ويندوز جديد. وفقدت الخطوط اللي موجودة. فانا بكون عارف اسماء هنا ان انا بستدعيها من ملف الفونت وانزلها في الملف الخاص بالفونت في الويندوز. وبالتالي لما ادخل هنا هلاقي كل الملفات دي موجودة. اتمنى يكون الدرس مفيد. ويسهل عليك طريقة العمل. ونشوفكم ان شاء الله في درس القادم. آآ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.